الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عزيزي الطالب نكمل لك الآن الأدلة التي تقف بك على طبيعة الإيمان بتوحيد الربوبية وبعد أن وقفنا على توحيد على دليل الفطرة ودليل الآفاق ننتقل بك الآن إلى دليل الأدلة الخبرية للنصوص الشرعية ما معنى الدلالة الخبرية للنصوص الشرعية النصوص الشرعية المقصود بها ما جاء في الكتاب والسنة ولكل آية في القرآن الكريم دلالة يعني إشارة إيماء إيحاء لنفس البشري لنفس المؤمن أن يقف على الإيمان بالله الواحد الدياني وهو رب الأرباب يبين الحق تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتابه ربوبيته ربوبيته على خلقه واستحقاقه للعبودية والتوحيد ومن تلك الآيات آيات كثيرة لكن أشرع لك في بيان بعضها يقول الحق تبارك وتعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء انظر إلى الآية وهو رب كل شيء أبغي ربا إن الله عز وجل هو رب كل شيء أي هو الذي أوجد كل شيء وخلق كل شيء وأبدع كل شيء أيضا يقول تبارك وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض في هذه الآية إشارة إلى ربوبية الله عز وجل في الرزق فهو الذي رزق العباد وهو الأعلم بأحوالهم ويعطيهم ما تتطلبه نفوسهم من الخير والنماء أيضا يقول تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ربوبية الملك هنا الله تبارك وتعالى له مقاليد كل شيء وهو الذي خلق كل شيء فهو الذي قادر على كل شيء لماذا؟ لأنه رب كل شيء أيضا يقول تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال الله على هذه الآية إنها إبداع الرباني يظهر لنا قدرته ويظهر لنا ربوبيته في الرزق وفي أمر الإنسان حيث ملك السمع والأبصار وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذا هو الإعجاز لا يقوم به إلا الرب إن من يتدبر أمر الكون يدرك أن من ورائه رب فكيف يعبد الإنسان ربا لا يستطيع أن يملك نفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضر إن الحق تبارك هو الذي يملك النفع والضر وبيده العز والزل وهكذا وقفنا على بعض ذلك الدلائر الخبرية التي تقف بك عزيز الطالب على إبراز الدلالة على وجود رب الأرباب سبحانه أيضا الدلالة العقلية للنصوص الشرعية ما معنى الدلالة العقلية؟ أي إن النصوص الشرعية بها من الإيحاءات العقلية التي تشدك شدا إلى الاعتراف بالله تبارك وتعالى فكل آيات الكون دعوة إلى النظر دعوة للعقل البشرية أن ينظر في ملكوت الله تبارك وتعالى من حيث انتظامها وصلاح أمرها وعدم اختلالها وأنه مستلزم لانتفاء تعدد الأرباب فيقطع العقل بتفرده سبحانه بالربوبية والخلق والإيجاد ومن أصرح النصوص القرآنية التي وضحت الدلالة العقلية في هذا الباب قول الحق تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون العقل يقول باختصار شديد لو كان هناك إله مع الله في هذا الكون لما استقام أمره ولحدث خلاف بين الإلهين والخلاف يأخذ بهذا الكون إلى ما فيه ذماره أما وقد رأيتم أيها البشر الكون منتظم منظما دقيقا إذن ليس من ورائه إلا إله واحد هكذا يشير القرآن إلى الدلالة العقلية وكأن ذلك منطق منطق عقلي أبدعه الحق تبارك وتعالى للبشرية وهو دلالة على رحابة أفق العقل البشري كذلك هذه الأدلة لها خصائص هذا النوع من التوحيد هو توحيد الربوية له خصائص ما هي خصائصه؟ أولا توحيد الربوية أقر به المشركون نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز الحكيم وهكذا القرآن يشير إلى خلق اعتراف المشركين بوجود الرب تبارك وتعالى كذلك من خصائص توحيد الربوية أن توحيد الربوية يشد كشد إلى توحيد الألوهية كما قلنا من حيث عملية التعلاز بين الإلهين النوعين من التوحيد فمن أقر بتوحيد الربوية اعترف كذلك بتوحيد الألوهية كذلك من خصائص توحيد الربوية الإقرار بأن توحيد الربوية دون تحقيق توحيد العبادة لا يكفي يعني لا يصلح الاعتراف بتوحيد الرببية ما لم يترجم ذلك بعمل عبادي يؤديه الفرض بين يدي مولاه أيضا هكذا نقف أعزاء الطلاب على تلك الخصائص وننطلق بعد ذلك إلى جزئية أخرى في الشرائح التالية